بعد اكثر من عام ونصف على فشل الولايات المتحدة الامريكية لفرض حظر على واردات السلاح لجنوب السودان تقترح من جديد مشروع قرار يصوت مجلس الامن عليه اليوم وينص مشروع القرار الامريكي على فرض حظر على واردات السلاح لجنوب السودان بالاضافة لعقوبات على ضابطين عسكريين اثنين مع فرض حظر دولي على منح تأشيرات سفر كما يجمد الاصول التابعة لهما ويشير مشروع القرار الذي وزعته واشنطن الى فرض حظر على بيع الاسلحة الى جنوب السودان حتى مايو 2019 ذلك لفشل قادة جنوب السودان في وضع حد للأعمال العدائية ويتطلب اصدار مشروع القرار موافقة تسعة اصوات دون استخدام حق النقد الفيتو من جانب اي من الدول دائمة العضوية ويرجح مجموعة من الدبلوماسيين نقلا عن اعضاء في المجلس قولهم ان التوقيت غير مناسب نظرا لمساعي تنشيط عملية السلام وانه من المرجح عدم استخدام حق الفيتو بل سيمتنع عن التصويت في اشارة الى بكين وموسكو وفي الاسبوع الماضي وقعت الحكومة والمعارضة اتفاقا بشأن الترتيبات الامنية جاء بعد اتفاق اطار لوقف اطلاق النار تم التوصل له الشهر الماضي غير ان برلمان جنوب السودان وافق الخميس على تمديد ولاية كير حتى عام 2021 ويخوض جنوب السودان الذي انفصل عن السودان في 2011 غمار حرب اهلية منذ عام 2013 جراء تنافس سياسي بين الرئيس سيلفا كير ونائبه السابق ريك ماشار اشتركوا في القناة